مرحبا بكم في عادة جديد من بودكاست PH Talk اليوم سوف نكتشف موضوع جد حيوي ألا وهو رقمنة قطاع الصحة معكم مخابر فخاتي غازيس وجمعية أسيبا الجمعية العلمية لطلاب الصيدلة بجامعة الجزائر العاصمة أنا شعباني رحب ومعي اليوم انترنان فارماسي لازري رانيا خديتا مرحبا رانيا مرحبا رحب مرحبا مشاهدين الكرام شكرا جزيلا على الاستضافة ومخصي فغليني سيأتيب والمبادرة الجميلة جدا المواضع اللي طرقت لها إلى يومنا هذا ممتازة ما شاء الله والإلقاء تاك ممتاز أيضا شكرا شكرا لك إذن اليوم أنا حين ترحو مجموعة من الأسئلة اللي تخص رقمنة قطاع الصحة والتحديات اللي لقناهم في هذه المبادرة أولا بالنسبة لك ما هي المبادرة الرئيسية التي يتم بذلها من أجل رقمنة قطاع الصحة لازم نعرف أولا أنه الرقمنة ولا لديجيتاليزاسون هي تمس عدة قطاعات في الجزائر من بينها قطاع التعليم عندنا أيضا قطاع الصحة من بين الانيسياتيف التي هم يتي لانسي لدينا اللانسمنة على الدوسية الإلكترونية والما يعرف بالسجلات الإلكترونية اللي هي السجلات تحتوي على البيانات المختلفة بتاع المريض التي تساعد الطبيب على أنه يدير الدياغنوستيك والتشخيص مناسب للمريض لديها الانتصادات على الباسيون ويأخذكم مدكامات وشك المدسان اللي رح يداوي رح يقدر يبدل في هدوك السجلات الإلكترونية هادة الانيسياتيف نصيبوها في بعض المستشفيات ولكن خاصة في القطاع الخاص عندنا أيضا البلاتفورم والمنصات على بخيزة رنديفو منصات أخذ مواعد اللي نصيبوها أيضا خاصة في القطاع الخاص وعندنا أيضا الانووات على الريزولتات على الاناليز ولا نتائج الفحوصات اللي قوم بها لباسيون بار ميل ولا بار دي بلاتفورم سبيسياليزي نعادة تنمية هادة كلوتي كيف هكود كو أغو نلقى كلنا نعلم أنه رقمنا في الجزائر صعبنا وعالما خاصة أنه قطاع الصحة ربما المدسان تحت الخدمات في المستشفى وأنه تركيز كله يكون على صحة المريض مرحوش رايح بالاكيلتها بإدخال السجلات في الكمبيوتر وإلى غيرها ما هي التحديات اللي تطني أنها تعيق رقمنات قطاع الصحة في الجزائر رقمنات قطاع الصحة مرحوش رايح رحب لازم نعرفو بلي كل حاجة تكون جديدة رح يواجهونا في هذي تالنج باش نلانسوها ولا باش نبدوها الرقمنات جديدة جدا على الجزائر سيفغي كفلوماند رهم أفنسوا علين نايتو ميحنا يا كبلد اللي لاكسي أينتغنت مزال كي المناطق ما فيش أكيد أنه الرقمنا رح تكون جينا صعيبة من بين اللي تالنج دونك ما تقدرش دير رقمنا صن لما يكون عندك الانتغنت هذي من جهة من جهة أخرى عندنا أيضا المنك دو فورماشون من جهة المريض ومن جهة الطبيب أيضا ما رحش نكتبوه كي عدة أطباء خاصة الكبار في السن اللي ما يعرفوش يستعملوا المنصات هذو من رقمية ومام المريض اللي نغمال ما هو بايزن بلي يخد رح تجيه صعبة خاصة أنه كاين عدة باركزول ناخدو الابوبلاشون ديابيتيك اللي بلو بغ رح يكونوا كبار ولا اللي بخصان اللي عندهم دي مراضي كارجو واسكول هذي الشي رح يعيق شوية عملية رغمنا في الجزائر ولكن إن شاء الله احنا متفائلين أنه رح تكون كاينة بإذن الله بالنسبة لك يعني شخصيا كيف ينبر المتخصصون في المجال الصحي لهذا الرقم جيد نظن أنه تختلف الآراء بين مؤيدين ومعارض عندنا أكيد دي ميدسان ولا دي بروفيشونا دي اللي رح يكونوا مؤيدين لهذا الفكرة لأنه فكرة جيد ممتازة وعندها بزاف البنفيس وأشخاص اللي رح يكونوا معارضين بحكم أنه رح تجيهم صعبة أنه يتأقلموا مع هاد المنصات ولكن دون تكوين تطور في هذا المجال نحن كسياد الهدف هو توفير أفضل الرعادة الصحية للمريض في رأيك كيف تساهم هذا الأخيرة في تحسين سيرولة علاج المريض الرقم تساهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية للمريض عندنا دون كوتي لوبتميزازون تاع الوقت ولا ربح الوقت بارأخزم ناخدو مثال بكري كنا باش ناخدو رنديفو يروح لطبيب صباح بكري يكتب اسمه في ورقة الورقة هاد كالتبحرت ولكن دوك عندنا البلاتفورم هادو ما دو بخص رنديفو عن بعد عندك في عدة ثواني برك وانت في عملية حفظ البيانات من جهة دوني تاع الباشن اللي ما رح يروح هاكدك نقدرو يستعملهم نانسو للمدسان بشيار في دياغنوستي الباشن ويستعملهم مام في دراسات بارأخزم بتاع لزيبي ديمية ولا دراسات بيانية حتى بإدخال السجلات في الكمبيوز يستطيع طبيب انو يرسلهم لطبيب في اختصاص آخر ما سيسهل الامر على المريض كالطالبة لنشوف العديد من التطورات في مجال الصحة في البلدان أخرى هل هناك ربما اشياء يشبتينها في البلدان أخرى أو تنتظريها في الجزائر oui اكيد merci beaucoup pour la question déjà oui pour moi le combo qui m'intéresse le plus c'est le combo интелigence artificielle diagnostique précoce معندها الكشف المبكر زائد ذكاء الإصطيناعي هذه التكنيك يساعد بزاف le patient باش يتفاد tout un process تع المرض احنا نعرف معروفة جدا انو تشخيص المبكر تع عدة امراض يساهم في انو le patient ما يدوش على هذا البرو حتى يلحق 3 start باش يفق باش يلحق العلاج انتنس دون المرض نشوف بزاف الانس الانس وماذا نشوف هذا في الجزائر منها بشكل تكنيك بشكل تكنيك précoce تلك الارتينو أو امراض العصاب دون الارتينو مثلا وغيرها من الامراض نشوف ابتكارات بسيطة في حياتنا اليومية مثل الساعة تقدر تقيس نبضات القلب وحتى المصابين بأمراض السكر عندهم اجهزة يحطوها في البيت التي تساعدهم في العلاج نتمنى ان نشوف هذا الامر عن قريب في الجزائر اذا اخذينا نظرة عامة حول رقمنا تقطع صحة في الجزائر وشفنا انو بالك الى هما تدريب الكوادر وحتى كما قلت لنا المرضى وانو تكون عنا بنية تحتية رقمية قوية لانو يعني تخيل لو كل شي رح في لحظة بزر واحد نقدر نمح كل سجلات اذا هذا الرقم انا هي مليحة نعمة لكن نقم في نفس الوقت شكرا رانيا وصلنا الى نهاية حلقة اليوم من بودكاست PHDOL كنتم انكم تكونوا ستفكتوا معنا في حلقة اليوم وانتظرونا في حلقات اخرى بمواضيع